موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في كفر نحوم في الكنيسة الروم الأورتدوكس كنيسة الاثني عشر رسولا والحقيقة أنه المكان جميل جدا مثل ما شايفين مليء بالخضرة وأنا موجود تحت كرمة تحت الدالية بتشوفوا عنقيد العنب طبعا الموسم هو في شهر تمانية المسيح ابتدأ بالحديث طبعا عن الأولاد عندما أحضر ولد ردا عن السؤال الكاشف لكنه كمان أيضا كان جواب كاشف من الأعظم في ملكوت السموات أحضر المسيح ولد وابتدأ يتكلم عن العظمة الحقيقية وهذا الجزء رح أتكلم عن لا تعثروا الأولاد فالرب يدعونا أن فعلا لا نعثر الأولاد يدعونا أن نرحب بالأطفال أن نبارك الأطفال وهذا شيء مهم جدا لكل أب ولكل أم أنك تبارك أسرتك تبارك أولادك تبارك بناتك وتصلي أن بركة الله تحل عليهم كمان إحنا مدعوون من أجل الحماية والدفاع عن حقوق الأطفال عن حقوق الأولاد وأيضا نحن مدعوون أن نقبلهم تتكلم عن العناية والاهتمام بالأطفال بشكل خاص لكن برضو المسيح في هذا الجزء بيتكلم لا تحتقروا الأطفال ما تصلش لوضع أنك تكسر براءة الأطفال تكسر براءتهم لا تعثرهم لا تعثروا الأطفال من الاستغلال أو الإهمال وطبعا لما بيتكلم عن الولد يعني إلها معنيين الولد الصغير في العمر أو تتكلم عن الناشئ الحديث في الإيمان لا تعثروا هؤلاء المؤمنين الحديثي الإيمان ولكن بعلمنا عن إن براءة الأطفال قبول الأطفال نقبلهم لأن ملائكتهم في السماء لأن لهم أيضا ملكوت السموات واليوم حبائي إحنا عايشين في عصر صعب جدا طبعا الحديث هذا كان في أيام المسيح كان بيبيعوهن عبيد كان فيه استغلال من ناحية الخدمة في البيوت والاستغلال الجنسي هل الأمور اتغيرت؟ يوميا منسمع عن قصص الاستغلال الجنسي للأطفال أو القاصرات اللي بيخطفوهم وبغيروا دينهم أو القاصرات اللي بيخطفوهم وبهددوهم حتى يعني يعلموهم الرذيلة والفضاعة يشتغلوا من أجل هؤلاء المستغلين طبعا هذا عار وعيب إنه نصل في هذه الأيام إنه يكون في زواج للقاصرات ولكن للأسف في كتير من الدول ما زالت تمارس هذا الشيء الأطفال الأولاد البنات يعني تخيل ولد عمره مثلا 8-19 سنين أو بنت عمرها 8-19 سنين أو 11 أو 12 سنة تستغل جنسيا تستغل يعني وهذا عار واليوم في معظم القوانين في الغرب طبعا هذا الشخص يوضع في السجن وبواجه العقاب مش بس السجن وأيضا الاحتقار من كل الناس بسبب فعلته الرذيلة والشيء الغريب يعني حتى في هذا العصر شفنا في أيام داعش كان يبيعوا البنات القاصرات كعبيد كعبيدات لمتعة الرجال وهذا أيضا عار ببيعوهم كعبيد في سوق النخاسة لكن عندما يقول لا تعثروا الأولاد لأن العقاب فظيع جدا والعقاب أبدي عقاب كما يسمي الكتاب المقدس في جهنم النار إلى أبد الأبنين كل شخص استغل بنت أو ولد هؤلاء القاصرات بعمر مبكر رح يكونوا في جهنم النار إلى أبد الأبدين فالكتاب المقدس بعلمنا احترام الأولاد احترام البنات بعلمنا الاهتمام والعناية أن نربيهم بخوف الرب وإنذاره أو كما يقول لا تغيظوا أيها الأباء لا تغيظوا الأولاد أولادكم لألا يفشلوا فإحنا لازم نرفع من قيمتهم ونبني شخصيتهم مش نبني فيهم صغر النفس والاحتقار والتعيير أو الشتائم أو المسبات طبعا الكتاب المقدس بحذرنا ويمكن إحنا مش منتبهين بقول لهم ملائكة تنظر يعني تخيل أنت لما بتحاول أنك تأذي ولد أو بنت في ملائكة في ملاك لكل ولد أو بنت بينظر وتخيل العقاب الأولاد في حسب ملكوت الله لهم مقام كبير جدا وأريد أن أقول لكل الأحباء اللي فقدوا أولاد وفقدوا بنات الأولاد والبنات تحت سن العمر لهم السماء بروحوا على السماء مش على إجهنم وعاوز كمان أقول كل الأطفال أو عمليات الإجهاض اللي بيقوموا فيها في عدة دول ملايين ملايين طبعا هذه خطيئة شنيعة فظيعة لأنك تقتلها يعني قتل قتل طفل في الرحم كل هذه الأطفال التي قتلت أيضا هي موجودة في السماء فهذا شيء بيشجعنا أيضا مش بس إلهم ملايكي إلهم مقام كبير وإلهم السماء أيضا مكتوب عن يسوع باركهم بارك الأطفال وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات فإذن مش بس الاحتقار من المجتمع اللي بيقوم في قيادة طفل ولد أو بنت لفعل الخطيئة أو التعلم على الخطيئة ولكن المسيح قال تعبير يعني مخيف من الأفضل اللي بيعثر من الأفضل أو الأسهل أنه يحطوا حجر الرحى اللي بيطحن اللي بيطحن الدقيق وهون بيتكلم مش عن الحجارة الصغيرة الحجر الكبير اللي بيديره حمار ويلقى في البحر يعني يغرق وعلى فكرة اليهود عندهم مثلا في الرجم أو القتل لكن الإعدام بالغرق ممنوع عند اليهود لأن الغرق بحسب اليهود فناء تام الفناء الكامل وهنا في هذه المنطقة مش بعيدة عن هذا المكان اليهود مسكوا أنصار هيرودوس وألقوهم في البحر في بحيرة طبرية هنا انتقاما يعني يريدوا أن يكون فناء كامل فتخيل حجر الراحى الراحى أنه الإنسان يكون في قاع البحر أفضل من أنه يعثر ولد صغير وكمان بيتكلم عن البتر عينك إيدك رجلك تقطعها إذا أنت بتعثر أي شخص حديث إيمان أو بتستغل ولد أو بنت لا تحتقروا الأطفال لا تعثروا الأطفال باركوا الأطفال حاموا ودافعوا عن الأطفال ولا سيما الأيتام لا تحتقروهم أو كسر براءتهم وهكذا أحبائي ينبغي أن نباركهم حتى هؤلاء الأطفال أولاد و بنات يكونوا بركة ويكونوا في المجتمع رياديين قياديين حتى يخبروا جيل آخر ويباركوا جيل آخر تعرفوا قتل الأطفال بجيب لعنة على الأرض في العهد القديم كان يقدموا الأطفال ذبائح للإله مولوك ويوشية الملك طهر وادي جهنة اللي أجا منه اسم جهنم في القدس في أور شليم حتى يطهر كلياً وبصلي أنه الله يعطينا مجتمع سليم انحامي عن الحياة وننادي بعدم الإجهاد وفي نفس الوقت ندافع عن حقوق الأولاد والبنات ويمنع منعاً باتاً أي زواج من أي قاصرة وأنا أؤيد القوانين الدولية التي ينبغي أن الشخص يكون في السجن اللي بيعمل هذه الفعلي وعادة في الغرب بيحطه اسمه وصورته في الجرائد حتى كل الناس تشوف هذا الشخص اللي سبب هذا النوع من الخطيئة فأنا بدعوك اليوم حتى لو غلطت حتى لو فشلت بتدي صلي من أجل أولادك بارك أولادك أولادك هم عطية كما يقول القطابة عطية من عند الربطوبة للذي يملأ جعبته منهم هم ميراث أيضاً من عند الرب أشكر الرب ما في ولد أو بنت يعني صدفي كله بترتيب إلهي أشكر وسبح الرب وخلي الأولاد والبنات يكونوا قدوي ومثال في هذا المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر